لو افترض ان هنا قدم الحامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم موضوع المشي موضوع مهم جدا في فترة الحمل وغير فترة الحمل فيه مشي صح وفيه مشي غلط وفيه مشي يجيب لك فوايد في فترة الحمل وفيه مشي يجيب لك للأسف عواقب وخيمة طريقة المشي لها قواعد وانت حامل غير وانت مش حامل كل ده هيبقى في حلقة النهاردة لذلك يهتم بيها حلقة تلاقيها مفيدة جدا ان شاء الله تعالي نبدأها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبي وسلم ومن ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ففيها نسعد بإذن الله تعالى بداية كده لو هنتكلم بوجهة عام في حامل تقدر تمشي وفي حامل ما تقدرش تمشي مين اللي تقدر تمشي اللي متعود على المشي اللي بالفعل من قبل الحمل بتمشي كتير لأنها هتصنف هنا أنها رياضية فالرياضي قبل الحمل يقدر يمارس الرياضة أثناء الحمل ولكن أنت مش رياضي أو أنت مش رياضية مش إنسانة رياضية دخلت الحمل وقالولك إن الرياضة مفيدة فحبيت تمارس الرياضة فاكتشفت إن أنت بتتعبيه وبتتعبيه جداً ليه؟ لأن أنت أصلاً مش رياضية وفترة الحمل بيحصل الارتخاء في العضلات وارتخاء في المفاصل والأربطة بتضعف فبالتالي هتلاقي وجع شديد جداً وممكن يؤثر عليك فدي قاعدة مهمة جداً اللي مش متعودة على الرياضة بوجه عام لا تمارس إلا القليل جداً من الرياضة ولكن لو أنت رياضية تقدر يتمارس الرياضة اللي أنت كنت بتمارسيها وهتبقى حاجة مفيدة طيب بنتكلم عن المشي حاجة بسيطة لو واحدة عندها مشكلة في عنق الرحم قصر في عنق الرحم الدكتور قال لها مثلاً أنت محتاجة ربط عندها مشاكل دي لو مشت هيحصل اتساع العنق الرحم أكتر وهتبقى في خطورة فدي يفضل أنها ما تمشيش طيب واحدة معرضة أنها تولد ولادة مبكرة وحبت تمشي عشان تقولك أن أنا عايزة أساهل الولادة والكلام ده لو مشت لو مشت وهي معرضة لولادة مبكرة ممكن تسرع موضوع الولادة المبكرة فإن هيحصل الجنين كان لسه عنده فرصة أنه يقعد فترة أطول أنت حرمتي منها لأنك خلتيه يوصل بسرعة اللي هي الولادة المبكرة فدي قواعد مهمة جداً عشان اللي عايزة تفكر في المشي لا ما تفكرش فيها يعني بعض الناس يقدروا وبعض الناس ما يقدروش في نقطة مهمة جداً اتنين يروحوا للدكتور واحد دي تطلع الدكتور يقولها امشي ودي تقولها اوعي ما تمشيش الكلام ده مش بيتقال يعني حادي بادي كرون بزبادي لا هو مش بيعمل قرع دي حالتها الصحية حالتها البدنية وضع الحمل بتاعها مستقر وعايز يخليها تبقى أفضل وأفضل بالمشي دي لأ دي عندها كذا وكذا وكذا وخايف عليها لو عملت أقل مجهود يحصل مشاكل الجنين مثلا نازل في الحوض عندها مثلا مشاكل في المشيمة فيه مثلا مشاكل في القلب ارتفاع في ضغط الدم أقل مجهود ممكن يسمع معها فالموضوع يقلب بإيه بغم فيبقى المش ليه إيه أصول طيب أمشي ازاي بنتكلم بقى بواجه عام من أول الحمل احنا خلاص قرفنا نفرق ما بين مين تمشي ومين ما تمشيش هنقول نمشي بقى ازاي وهنقول وإحنا بنمشي نمشي قدي ايه والكلام ده برضو هنوضح طيب نمشي ازاي؟ طريقة المشي الصحيحة بتاعة الحامل هي أنها تحط كعب رجليها الأول على الأرض ثم بقيت الأدم يعني لو هفترض إن هنا قدم الحامل في بعض الناس مسلا بيحطوا المشت الأول وبعدين بينزل كده دي كده غلط لأ لازم ننزل بالكعب الأول بعدين بقيت الأدم وما طبسش كده إن أنا طبق أنزل مرة واحدة ده كل ده يتعب الظهر الطريقة الصحيحة إن أنا أنزل بكعب رجلي الأول وبعدين بقيت الأدم دي الطريقة الصحة وأنا ماشي يبقى نظري لقدام لأن نظري لو لتحت الجاذبية هتاخدني لتحت هيحصل لدوار وحالة إيه ممكن توصل لحالة إغماء فيبقى نظري دايما لقدام كلافك مرفوع ظهرك مرفوع ومشي زي العسكري طريق اللي أنت بتمشي عليه ممهد يعني ما يبقاش لمؤاخزة ماشيين في طريق كل حفر وضحضير ومطباط والكلام ده ما ينفعش ما تدخل ليش سوق وتقولي أسنة ماشي وبتمشي في السوق كلمة بتمشي غير بمشي التمشي شيء والمشي شيء لأن السوق في محل طالع بعتبة شوية هنا ونزلها هنا وبعدين ألف بكتفي كده أمشي كده وضع مش هو ده اللي إحنا عايزينه منه لازم أكون ماشية برفقة أحد الأشخاص زوجي أختي صديقتي بس ما تكونش صديقتك حامل فأنتو اللي تندبوا عايزين حد يساعد لأن ممكن يحصل لي إيه أي مضاعفات طيب بالنسبة للمضاعفات أمشي قدي إيه تمشي قدي إيه بحد أقصى نصف ساعة ولكن في قاعدة مهمة تقولك تمشي قدي هي إيه متى شعرتي بألام ولو كانت بسيطة توقفي يعني واحدة بتشعر بالألام ألم في ظهرها مثلا أو بدت في ألم أسفل البطن بعد خمس دايق خلاص استمر تمشيش أكتب فألم أسفل البطن ده ممكن يكون بسبب إيه تمدد أربطة الرحم ولما بتمشي بيحصل يعني ضغط على الأربطة دي بسبب الجنين فبيحصل ألم أسفل البطن نتوقف نستريح لازم وإحنا ماشيين يكون الطريق اللي ماشيين فيه ممهد زي مثلا نادي شارع متسفلة يعني شارع كويس ولازم يكون على جنب الطريق ده في مقاعد لازم مامشيش في طريق مثلا عبال ما شوف كورسي إن شاء الله كده أكون وصلت الصين ليه؟ لأن أنا ممكن أتعب لازم يكون طول الطريق في مقاعد لو حسيت بالتعب أعود ممكن أمشي في البيت ممكن أمشي في البيت يبقى أفضل بحيث إن أنا أسعي في نفسي لو حسيت بتعب أعود أوسع طريق في البيت لو فيه كنب لو فيه بتاع المهمة أخلي فيه طريق مستقيم أمشي رايح جاي ما فيش مشكلة شرب المية يكون باعتدال قبل التمرين ونكون واكلين حاجة بسيطة وبس بعد ما ناكل ما نلعبش على طول أو ما نمشيش على طول لازم ناخد مدة زمنية كده عشان ما يحصلناش أي مشاكل يعني عندنا طاقة في جسمنا نقدر إن إحنا نستغلها في هذا المجهود وبعد التمرين برضو نستنى شوية ونشرب مية لازم شرب المية ده عشان نحمي نفسنا من الجفاف اللي ممكن يكون هيحصل نتيجة التعرق فيحصل الجفاف الجفاف مش حلو لازم على طول يبقى فيه ترتيب للجسم طيب بواجهة عام المشي بيحمي من تسمم الحمل بيقوي عضلة الرحم بيخفف من ألام الضهر المشي ليه فوائد كبيرة جدا بس في بعض الناس يعني يفضل إن هم ما يمشوش زي ما قلنا اللي عندهم مشاكل فيه القلب عندها مشاكل فيه إن الحمل بحق ضعيف دي تاخد بالها وما تمشيش في فترة الحمل تقلل مجهودها على قدر المستطاع طيب السؤال دايما اللي بيتم تاركو نبدأ نمشي إمتى في الشهر التاسع عشان تسهيل الولادة لو حضرتك لو حضرتك مؤهلة للولادة الطبيعية وما عندكش أي مشاكل صحية النصيحة إنك تسيبي 15 يوم يعني تخلي 15 يوم وتبدأ يتمشي ده فيما يخص الناس اللي عايزة تزود في المشي عشان تسهل الولادة الطبيعية يعني تقوي عضرة الرحم ويحصل التاسع في عنق الرحم نتيجة المشي لازم يكون 15 يوم على الأقل ولازم ما يبقاش في عند حضرتك أنيميا أو فقر دم لازم تكوني قوية مستوعبة رياضة المشي مش كل حاجة حلوة مناسبة للجميع في بعض الناس لو أكلوا مثلا اللحمة يستفيدوا وفي بعض الناس لو أكلوا اللحمة صحتهم طبوز فكل حاجة حتى لو كانت مفيدة بتناسب البعض والبعض الآخر ممكن ما تناسبوش لذلك قبل مرسة الرياضة واجه عام لازم تكوني متأكدة أن صحتك كويسة وتستشيري طبيبك الخاص